اشتركوا في القناة دي صابت الفنانة ليلة علوي وكمان كتبت على حسابها على الانستجرام بعد خروجها من المستشعى يارت الفيديو القصير اللي معانا في اول الفيديو بتاعنا وقادلت على حسابها على الانستجرام الحمد لله مبارح اثناء تصوير مشهد صعب جدا من مسلسل دنيا تانية وصبت بقطع في الكف ادى العمل تسع غرز ورجعت للتصوير بعدها بعد رجوعي من المستشفى على طول وشكرت كل الناس اللي اتخضوا عليها وقالت انا بشكركم كتير للناس اللي اتخضوا عليها واللي سألوا عني وانا بحبكم جدا اتطمنوا عليها طبعا الفنانة ليلة علوي بعد تشيرها للفيديو القصير ده على حسابها على الانستجرام انهالت عليها تعليقات كتير جدا سواء من جمهورها او من اصدقائها الفنانين وطبعا دعوا لها بالشفاء العاجل وطبعا الفنانة ليلة علوي كانت وهي بتصور والمشهد اللي احنا شفناه تم قاطع في الكف وتعمل تسع غرز طبعا حاجة صعبة جدا ونتمنى لها الشفاء العاجل ان شاء الله وده كان السبب اللي اتصابت في الفنانة ليلة علوي بسبب مشهد صعب في مسلسل دنيا تانية بعكس ما الاخبار انتشرت انها عملت حادثة وطبعا دي الحقيقة اللي معانا انها اتصابت بسبب المشهد مش بسبب حادث تصادم والفنانة ليلة علوي خرجت بنفسها على حسابها زي ما احنا ما شفنا كده والكلام اللي هي كتبته واللي قالته احنا قلناه لان الاخبار المتدولة بتقول حادث تصادم وطبعا ده ما حصلش لان الفنانة ليلة علوي مصورة المشهد اللي اتصابت فيه وكمان مصورة نفسها وهي في المستشفى حتى يتطمن عليها كل جمهورها وكمان كل محبيها اللي اتخذوا بعد اعلان اصابة الفنانة ليلة علوي في حادث قليم ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جددنا اشتركوا في القناة